السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي تلاميذ الصف السادسة الابتدائي إليكم أهم المقارنات لمادة العلوم أول المقارنة نتكاثر بالبذور بين التكاثر الخضاري المقارنة بناتهم التكاثر بالبذور يتم بواسطة بذور النباتات الخضاري يتم بواسطة جزء من النبات يحتاج مندة طويلة للنمو يحتاج مندة زمنية قصيرة للنمو عدنا المقارنة بين بذرة الذرة وبذرة الفاصولية ذات فلقة واحدة الفاصولية ذات فلقتين تحتاج مندة طويلة للنمو تحتاج مندة قصيرة للنمو المقارنة الثالثة التكاثر بالدرنات والتكاثر بالابصال يتم تقطيع الدرنة إذا كانت كبيرة الحجم لا يتم تقطيع البصلة مهما كان حجمها نبات البصل ونبات الثوم تزرع بصلة كاملة الثوم تقسم البصلة إلى أجزاء صغيرة تسمى الفصوص كل فص عبارة عن بصلة أدنى الفسيلة النامية والفسيلة الهوائية الفسيلة النامية نمو جانبي تنشئ من قاعدة الساق قرب التربة الهوائية نمو جانبي مرتفعا عن الساق بعيدا عن التربة تصلح للزراعة لأنها تحتوي على جذور لا تصلح للزراعة إلا بعد مرور ستة أشهر لأنها ليس لها جذور الطعم الأصل الطعم هو جزء منقول من النبات المراد تكثيره أما الأصل هو النبات الذي يركب عليه الطعم التكاثر بالفسائل والتكاثر بالأقلام يتم التكاثر باستخدام جزء كامل من هو الفسيلة ويتم تقطيع الغصن إلى عدة أجزاء أدنى التفاعل الاتحاد والتفاعل التحلم تفاعل الاتحاد تفاعل كيميائي بين مادتين واكثر لتكوين مادة واحدة مثل التحاد كبريت مع الحديد لتكوين كبريتيت الحديد والتفاعل التحليل تفاعل كيميائي يتحلل أو يتفكك مادة واحدة إلى مادتين أو أكثر مثل التحليل الماء إلى غاز الأكسجين والهيدروجين هذه المقارنات أهم المقارنات الموجودة في مادة العلوم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو ليصل إلى أكثر عدد من التلاميذ نرجع نكمل أهم المقارنات الموجودة بمادة العلوم يجي منعتها فرع أو فرع أدنى العضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية العضلات الإرادية يمكن للإنسان التحكم بها تربط بالهيكل العظمي مثل عضلات الذراعين والسع العضلات اللا إرادية لا يمكن للإنسان التحكم بها وتوجد في الأجزاء الداخلية للجسم مثل عضلات القلب والمعدة أدنى المقارنة البروتونات والإلكترونات توجد داخل النوات شحناتها موجبة كتلتها كبيرة أما الإلكترونات تدور حول النوات شحنتها سالبة كتلتها صغيرة أدنى النوات والإلكترونات توجد في مركز الذرة شحنتها موجبة كتلتها كبيرة أما الإلكترونات تدور حول النوات شحنتها سالبة كتلتها صغيرة جزئي العنصر وجزئي المركب جزئي العنصر يتكون من أرتباط ضرات متشابهة مثل العنصر الحديد أما المركب يتكون من ارتباط ضرات مختلفة مثل مركب الماء المواد المتفاعلة والمواد الناتجة المواد المتفاعلة وهي المواد داخلة في التفاعل الكيميائي أما الناتجة هي مواد جديدة ناتجة من تفاعل كيميائي هنا أنا أعرني الخاصات بوحدة النواة أو عدنا العضلات اللا إرادية والإرادية والمواد المتفاعلة والمواد الناتجة بعدها ننتقل إلى آخر مقارنة جديدة هو المادة اللي داخلة في مادة العلوم هي الكسوف والخسوف وعدنا بعد عدة مقارنات نذكركم إياها للاستفادة أدنى الكتلة والوزن هي مقدار ما يحتاجه الجسم من مادة الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم وتتجه نحو الأسفل تقاس بوحدة الكيلوغرام هذه تقاس بوحدة نيوتن تقاس بمادة الميزان ذو كفتين والميزان الحساس تقاس بأداة الميزان النابض أدنى الميزان ذو كفتين والميزان الحساس أدنى لقياس كتلة الجسم الكبيرة مثل الخضروات والفواقع هذه كفتين أما الحساس نقيس كتلة الأجسام الصغيرة مثل المجوهرات أدنى المواد الموصلة والمواد العازلة المواد الموصلة هي المواد تسمح بسريان التيار الكهربائي خلالها الكتروناتها حرة مثل الحديد والنحاس أما المواد العازلة هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها الكتروناتها غير حرة مثل الخشب والزجال أدنى المواد الشفافة والمواد العازلة المواد الشفافة هي المواد التي تسمح للضوء بالمرور من خلالها مثل الماء أدنى المواد العازلة هي المواد التي لا تسمح للضوء بالمرور من خلالها مثل الورق المقول قدنا الخسوف القمر وكسوف الشمس قدنا خسوف القمر يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر أما خسوف الشمس يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس قدنا خسوف القمر تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر هنا عدنا مقارنة الخسوف والكسوف شوية اكبر واوضح عدنا الخسوف القمر الجزئي والكلي هما تهاية مقارنة موجودة تقدر تستفاد من عدها تفيدك بالامتحانات او بالمراجعة لنهاية السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر